بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم على قناة صحبة الكروشي مع سلوة ومرمر. معكم النهاردة مرمر وبازن الله هننفذ مع بعض سليبر رجالي. آآ وممكن نعمله آآ مقاسات صغيرة كمان. آآ السليبر الرجالي آآ هنعمله بطريقة الدايرة. ان احنا بنبتدي بدايرة من فوق. ونبتدي نشتغل لحد بداية الصاق آآ بشكل استوانة. لحد بداية الصاق. بعد كده بنبتدي نعمل الكعب. وبعدين الرقبة. آآ هنستخدم فيه غرزة العمود الامامي. علشان تدينا الشكل اللي قدام ده اللي احنا شايفينه. الشكل ده مدي شكل رجالي شوية. آآ بيناسب يعني الرجال. آآ غرزة العمود الخلفي عشان نعمل بيها الحلية اللي احنا شايفينها. وآآ في حلية كمان تانية في الجنب كده هو. آآ بتدي منظر. وفي الاخر بنقفلها مع بعض. آآ واحنا بنقفل الكعب بتبقى بالشكل ده. هي يمكن هنا في النموذج الصغير اوضع. ده كده النموذج ده العمود الامامي. وده ايه? العمود الخلفي والعمود الامامي تاني اللي بدينا الحلية. ومن وراء هيبقى ايه? الاتنين هيتقابلوا مع بعض بالشكل ده. عشان يده شكل شكله حلوي يعني آآ في اللبس. آآ انا استخدمت في الازرق آآ خط الورقة البيضة. ده الحقيقة اللي فضم البكرة زي ما انتم شايفين. يعني هو تقريبا خدت نص البكرة لمقاس اتنين واربعين رجالي. آآ خط اس انجيل فطلة البيضة آآ فطلة سمكها متوسط. آآ فعملت معي المقاس تقريبا مزبوط. آآ استخدمت نفس الارقام ونفس الاعداد اللي انا عملتها. في النموذج ده ما في خط آآ اليز بيبس كريم. فاداني زي ما انتم شايفين مقاس صغير جدا. يعني يعني يلبس آآ ولد الكتير قوي عشر سنين. فعايزين نقول ان الخيط سمكه هيرعب دور كبير في في الحجم. فانت لو جبت خيط رفيع زي خط بيبس كريم رفيع كده. يبقى انا هشتغل للرجالي المقاسات الكبيرة على فتلتين للاطفال على فتلة واحدة. لو جبت خط سميك هشتغل على فتلة واحدة. آآ فان راعي دوت في في المقاسات. وفيه برضو حاجة تانية ان احنا ممكن هنا دايرة البداية في الاول للاطفال هنبتدي بخمسة نص عمود. للكبار هنبتدي بسبعة او تمانية نص عمود. علشان يدينا معي المقاس. آآ انا مش عايزة اكلم كتير عايزين نخش في التفاصيل ونشوف هنعمله ازاي. يلا نبتدي مع بعض. آآ محتاجين علشان نبتدي آآ طبعا الخيط بتاعنا. آآ انا هشتغل باس ان جي. حضرتك تشتغلي بالخيط اللي رياحك. آآ هشتغله بابرة رقم آآ خمس. آآ محتاجة كمان معي آآ ماركر واحد او اتنين. آآ محتاجة آآ ورقة او قلم او عداد عشان اعد السطور. لان الغرزة العمود الامامي بيبقى صعب شوية ان انا اعرف فيها عدد السطور اللي انا عملتها. فيبقى اسهل ان انا اكتب او اعد كل ما خلص سطر ايه اعلم عليه او اعده على عداد. وطبعا آآ مقص وابرة آآ تنظيف. آآ الخيط من قلب الشلة بالراحة كده. بيخرج معي. طبعا في الاول بيبقى مكعبل شوية. بدور على الطرف. بتاعه. اهوت. خلاص انا بعد كده بشتغل. اما بيخلصوا الحبة دول. هبلاقي ان الخيط بيخرج معي ثلث من قلب الشلة. وده بيحافظ لي على الشلة من غير ما تتكعبل مني كتير. ده لو هشتغل بفتلة واحدة. لو هشتغل بفتلة اتنين. آآ زي هنا. فانا بخرج الخيط من قلب الشلة من هنا. وباخد الفتلة اللي من هنا وبشتغل الاتنين مع بعض. تمام? علشان بقى اشتغلت من اول الشلة ومن اخر الشلة. ويتبقى لي بقيتها كله موصول مع بعضه. آآ آآ السليبر هنا احنا قلنا هنعمله آآ بنظام الدايرة. فانا في الاول هعمل. آآ يا ام اعمل دايرة سحرية يا ام اعمل آآ سلسلة اللي هي بدل الدايرة السحرية. بعمل كده. عشان اعمل السلسلة وعقدة البداية. كده. خرجت ايه? دي عقدة البداية. هشتغل اول سلسلة. وزي ما قلنا احنا هنشتغل ايه? بغرزة النص عمود. فانا هشتغل اتنين سلسلة بدل اول نص عمود. آآ للكبار انا عايزة آآ سبعة نص عمود. فانا اللي عندي دا واحد. الاتنين سلسلة دول واحد. هدخل هنا واعمل. اتنين. تلاتة. النص عمود انا بيبعندي تلات لفات بسحبهم مرة واحدة. اربعة. خمسة. ستة سبعة. احنا متعودين نعمل تمانية. ممكن نعمل تمانية. بس المقاس هيوسع معايا. يعني لو رجل اكتر من آآ من آآ اتنين واربعين اربعة واربعين خمسة واربعين. نحن عارفين المقاسات الرجالي بتبقى عريضة شوية. آآ ممكن اعملهم تمانية. للاطفال اعملهم خمسة. الاطفال حد مسلا سن عشر سنين كده اعملهم خمسة. او ان انا هشتغل آآ بخيط رفاية آآ زي كده. آآ بعد ما بخلص السبع عمود. السبع نص عمود. انا بقفل في ايف تاني سلسلة فوق. بقفل بايه بمنزلقة. كده. تمام? بقفل بمنزلقة. فبتبقى معي الدايرة مكوسة شوية بس معلش هي هتتزبط. آآ هرتفع اتنين سلسلة تاني. عشان اعمل نص عمود برضو. السطر الاولاني نص عمود والسطر التاني نص عمود. وبعدين هدخل في نفس المكان. واعمل نص عمود. يبقى انا عملت اتنين. هشتغل كمان تزايد في كل الغرز. يعني آآ عايزة هنا يبقى عندي اربعتاشر نص عمود. كده اربعة. ستة. تمانية. عشرة. اتناشر. اربعتاشر. نص عمود. هم كده اربعتاشر نص عمود عندي. تمام? هقفل في تاني سلسلة. بالشكل ده. اربعتاشر نص عمود. طيب. بعد كده هعمل ايه? المفروض ان انا السطر اللي احنا متعهودين في الدايرة ان انا بعمل مرة تزايد ومرة لا في السطر التالت. لا انا هنا برضو عايزة علشان يوسع معايا من غير مكبر دايرة البداية. فانا هعمل تزايد برضو في كل الغرز. يعني الاربعتاشر نص عمود دول هيبقوا تمانية وعشرين. بس السطر التالت هشتغلوا بغرزة العمود. فانا هعمل تلاتة سلسلة ارتفاع. وهعمل عمود في نفس المكان. العمود اهو. باخد ايه? باخده على مرحلتين. فيبا كده عملت اتنين. اكمل هنا لغاية ما اكمل ايه? التمانية وعشرين هي عمود. علشان هعمل في كل ايه نص عمود اتنين عمود. تمام? آآ خلصت التمانية وعشرين نص عمود. آآ تمانية وعشرين عمود. هقفلهم في تالت سلسلة فوق. يبقى دي دايرة الاساس. هنقول تاني ان انا لو عايز اتحكم في حجم الدايرة دي. هبتدي اتحكم في عدد آآ النص عمود اللي في اول سطر. يا اما اعمله خمسة للاطفال. اقل حاجة خمسة مش هقل لي عن خمسة. آآ يا اما هعمله خمسة او ستة او سبعة او تمانية او تسعة. على حسب منا حجم الرجل وحجم الخيط. يعني ممكن بالخيط الرفيع. اعمل تسعة او عشرة او اتناشر نص عمود في الاول وبعدين اطلع عليهم وضاعف العدد. اطلع عليهم وضاعف العدد بغرزة العمود تلت سطر. علشان يديني دايرة الاساس دي. احنا في المقاس بتاعنا وبالخيط بتاعنا وبابرتنا عملنا سبعة اربعتاشر ايه تمانية وعشرين. طيب نبتدي بقى نشكل. والتشكيل ده هنعمله آآ برضو لاي مقاس. لاي مقاس رجالي. للاطفال هنقول هنعمليه. اطفال من سن مسلا سنتين او او آآ تلاتة. ممكن نعمله آآ خمسة نص عمود عشرة نص عمود عشرين عمود. ونبتدي نعمل التقسيمة آآ بتاعتنا زي ما هنعمل دلوقتي. انا هبتدي بالوش. اللي هو فيه العمود الامامي. اللي هو ده. فهعمل ايه? عشان عمل عمود امامي. هعمل اول سلسلة. تمام? سلسلة واحدة. وبعدين هاخد لفة على الابرة. وهاجي تحت السلسلة دي هنا دول فيه التلاتة سلسلة اللي كانوا عاملين للعمود. اهون. هدخل الابرة. من هنا. واجيب العمود تقريبا بيبقى كأنه حلقة على الابرة. اسحب. واخد معي ايه? بقى تلاتة لفات. يبقى. اسحب اتنين في اتنين. يبقى انا عملت عمود امامي. من غير ما اعمل تلاتة سلسلة ارتفاع. انا عملت سلسلة عشان تريح معي الارتفاع بس. آآ من اول السطر ده انا مش هقفل. فهبتدي احط العلامة عشان احدد مكاني او مكان بدايتي فينه. تمام? حطينا العلامة عنده. تمام? طيب. آآ التقسيمة بتاعتنا انا عندي تمانية وعشرين عمود. عايزة اعمل الوش والآآ قعدة واعمل الحليتين اللي في الجنب. الحليتين اللي في الجنب هنا عندي دول. اتنين عمود امامي. واتنين عمود خلفي. يعني هنا اربع عمود. وهنا اربع عمود. يبقوا كام تمانية? التمانية لما ترحم من التمانية وعشرين يتبقى لي كام عشرين? يبقى العشرين دول هعمل هنا عشرة عمود امامي. وللقعدة عشرة عمود بلف. طب لو للمقاسات التانية مسلا انا عملت آآ زي ما قلنا خمسة للاطفال خمسة وعشرة وعشرين. برضو هعمل اتنين خلفي واتنين امامي في الجنب اليمين. واتنين واتنين يبقوا هي كده تمانية من العشرين يبقى اتناشر. يبقى الوش هنا هيبقى ستة. آآ امامي والقعدة ستة عمود بلف. يعني انا هطرح من الرقم اللي عندي تمانية والباقي يقسمه على اتنين. اللي هيطلع لي هعمله عمود امامي. والباقي هيتعامل عمود عادي. يبقى انا هنا محتاجة اعمل عشرة عمود امامي. عملت واحد. اخد لفة تاني. واطلع العمود برا كده. واخده كأنه لفة على الابرة. واسحب. واعمل تاني عمود. تالت. الرابع. يبقى كل دول ايه? عمود امامي. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشر. يبقى انا عملت عشرة عمود ايه? امامي. العمود الامامي من ورا بيبقى شكله كده. شايفين بيبقى فيه زي بروز كده. تمام? طيب. بعد كده بقى نبتدي نعمل حلية الجنب. احنا عملنا خلاص الوش. ده. هنبتدي نعمل حلية الجنب. زي ما احنا شايفين هي دخل الجوه هنا. يبقى دول عمود خلفي. هنعمل اتنين. العمود الخلفي بنعمله ازاي? بناخد لفة على الابرة. وبدل ما احنا كنا بناخد العمود كده كأنه حلقة على الابرة. لأ احنا هناخده من ورا. يبقى هندخل الابرة من هنا. كده. وايه? نجيب العمود لورا. ونسحب. يبقى عندي ايه? عمود خلفي. اخده على مرتين. فأنا محتاجة اتنين. وبعديهم اتنين امامي. علشان يعملوا معايا. الشكل اللي احنا شايفينه. هو يمكن اوضح في الاصفر. هنجريه لكم اكتر. كده. اللي هو هيبقى. ادي الوش العشرة عمود. امامي. وبعدين هنا. الاتنين عمود خلفي. اهو. اللي داخلين لجوه. وبعدين اتنين عمود امامي. يبقى بعد ما عملتهم هعمل ايه? العشر اللي هما القاعدة. هنعمل العشرة اللي هما القاعدة. ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشر. يبقى دول ايه? اللي هيبقوا القاعدة التحتانية من هنا. تمام? العشرة دول. آآ هنعمل بقى بعد كده. اتنين امامي. كده. واتنين خلفي. يبقى احنا لاي مقاس هنعمل الاول نص العدد بعد ما نخصم التمانية هنعملهم امامي. نص العدد اللي هيطلع عندنا هنعملهم امامي. وبعدين لاي مقاس هنعمل اتنين خلفي. اتنين امامي. نص العدد عمود عادي. وبعدين اتنين امامي. اتنين خلفي. طيب انا قلت هنا مش هقفل السطر. ده اول سطر. تمام? فانا لو عندي ورقة او عدد فانا هبتدي اكتب ايه? واحد. خلصت اول سطر. هاجي بقى في التاني هعمل آآ السطر التاني هعمل عمود امامي. فانا مش هقفل السطر. انا هاجي عند العمود ده. واروح دخلها من وراء كده. شايفين? من وراء كده. تمام? وابتدي اعمل العمود. فبقى عندي ده امامي. ادي اول واحد. اشيل العلامة. عمله تاني. هاجي كده من وراء من هنا. ده اول عمود والسلسلة اللي انا كنت عاملها قبل كده. فانا هدخل من وراء كده. وايه? وهسحب. واعمل ايه? ادي عمود الامامي. ده بقى رقم واحد في سطر اتنين. فده اللي هحط فيه العلامة دلوقتي. تمام? كده. وبعدين اعمل العشرة تاني. اتنين. تلاتة. اعمل. خمسة. ستة. عشر. ادي العشرة الامامي. تمام? اعملتهم هنا بتوع السطر التين. اجي بعديهم طبعا عندي هنا في خلفي فانا هعمل اتنين خلفي. تمام? وبعدين هعمل اتنين امامي. وبعدين عشرة عمود. وبعدين اتنين امامي اتنين خلفي. هعملهم ونرجع مع بعض نشوف هنكمل ازاي. اه انا خلصت السطر التاني اه في الورقة بتاعتي او في العداد فانا بعد ان انا عملت السطر التاني وخلصته. كل ده عشان لما اجي اعمل الفردة التانية اه ازبط. هو يفضل الورقة لاني يعني ما بنساش لو انا اشتغلت دي في يوم والتانية في يوم فعشان منساش. اه انا هبتدي اكمل بالطريقة دي ان انا اه هبتدي اعمل اه العمود الامامي الاولاني في السطر. ان انا باخد اللفة على الابرة كده. وعلى اللي كان فيه العلامة. بشتغل كده. فبيبقى عندي ده عمود امامي. بحط في العلامة تاني. بتاع السطر الرقم تلاتة. وابتدي اكمل. هكمل ايه بقى? عشرة عمود امامي. اتنين خلفي. اتنين امامي. عشرة عمود. اتنين امامي. اتنين خلفي. وبعدين اكمل. هكمل كده. لحد فين? لحد المنطقة اللي هي اه تحت الاصابع. ده تقريبا هياخد مني خمس سطور. في اه مقسات اه واحد واربعين اتنين واربعين. يعني من اول اربعين كمان. من اول اربعين لاتنين واربعين او تلاتة واربعين. ممكن نعملهم خمس سطور او ستة او سبعة. على حسب ما احنا آآ آآ يعني الرجل اللي معانا. هنعملها. فانا هكمل الخمس سطور اللي عندي. وبعدين نشوف اللي بعد كده هنعمل ايه? لان احنا هنزود في الجزء ده. اللي هو جزء الخلفي. علشان الرجل الرجالي بتبقى عريضة شوية. مش زي الرجل الحريمي شوية. فبتبقى عريضة فانا محتاجة ان انا اوسع تاني آآ الجزء ده. تمام? فانا هعمل خمس سطور. انا خلصت منهم اتنين اهو. تمام? وهبتدي التالت. هكمل الخمسة ونرجع مع بعض نشوف آآ هنعمل ايه بالزبط في عشان نزود الجزء ده. آآ في الاطفال بس قبل ما انا ما اشتغل. آآ في الاطفال احنا مش بنعمل آآ اطفال صغيرين قوي. سنتين تلاتة سنة. آآ لحد مسلا نقول عشر سنين مش هنعمل الخطوة بتاعت الزيادة دي. هنكمل آآ بنفس الشكل بدل الخمس سطور لحد بداية الرجل. نرجع مع بعض. آآ انا هنا خلصت الخمس سطور آآ آآ اللي انا عملتهم. اللي قلنا هيغطوا آآ مشت الرجل تحت الاصابع على طول. هيغطوا المنطقة لحد هنا. تمام? طيب. محتاجين بعد كده باقي نوسع. فانا هشتغل التوسيع في المكان العمود الخلفي. مش في المكان العمود الامامي ولا العمود العادي. فانا هبتدي السطر عندي عادي رقم ستة. ادخل قبرة كده وبابتدي ادي عمود. عمود امامي ده كده بداية السطر رقم ستة. هشتغل العشرة عادي. عشرة عمود امامي. هما طبعا بيبقى واضحين. انا مش ببقى محتاجة بقى اعد بعد كده خلاص. انا مشي الامامي امامي والخلفي خلفي والعادي عادي. تمام? فهي ايه مشي كده? وهلاقي ان الوش عندي بيلم شوية يعني آآ هو بيلم في الشغل. بس آآ في اللبس بيتفرد بيبقى شكله ظريف. آآ هاجي بقى هنا خلاص انا هبتدي اعمل الاتنين عمود خلفي. فانا هعمل ايه? هعمل في اول عمود من دول. هعمل عمود خلفي. وهعمل معاه تاني في نفس المكان عمود خلفي. يعني العمود الاولاني ده هعمل فيه اتنين عمود خلفي. تمام? وهعمل العمود الخلفي التاني اللي واحده. فبقى عندي هنا تلاتة عمود خلفي مش اتنين. تلاتة عمود خلفي. هعمل الاتنين عمود الامامي اللي هم بتوع الحلية. وبعدين العشرة عمود. تسعة. عشرة. عملت العشرة عمود. وبعدين الاتنين عمود امامي. وبعدين هزود الناحية التانية كمان في الاتنين عمود الخلف اللي هنا. بس انا اول المرة اللي فاتت زودت في العمود الاولاني. لا هنا المراجي هزود في العمود التاني عشان يبقى فيه تناسق بالشكل. يعني هعمل العمود الاولاني ده مرة. عمود واحد خلفي. وفي العمود الخلفي ده هو اللي هعمل فيه عمودين. كده. تمام? وبعدين ده ايه? السطر رقم ستة. ابتجي السطر رقم سبعة. سطر رقم سبعة عادي. وبعد كده هكمل ايه? آآ لحد ما وصل للعمود الخلفي للعمود الخلفي للناحية دي. آآ خلصت العشرة آآ عمود امامي. هاجي هنا عندي تلاتة عمود خلفي. هشتغل في كل واحد عمود خلفي. واحد اتنين تلاتة. تمام? خلاص انا كده عملت التوسيع بتاعي. بقوا ايه? تلاتة عمود خلفي بدل اتنين. هكمل عادي. اتنين عمود امامي. عشرة عمود. وبعدين اتنين عمود امامي. تلاتة عمود خلفي. وابتدي السطر الثامن. السطر الثامن زي السابع بالضبط هشتغل في كل عمود خلفي عمود خلفي. يعني انا مش هزود تاني خلاص. هو بزود في السطر رقم آآ سبعة وبس. آآ رقم ستة وبس. ورقم سبعة وتمانية. بشتغل بقى بالنظام ده. آآ تلاتة خلفي. اتنين امامي. عشرة. عادي. اتنين امامي. تلاتة خلفي. وابتدي سطر جديد. لغاية ما بوصل لايه? للمنطقة دي. اللي هي التقاء القدم بالايه? بالسوق. دي حسب بيطلع عدد السطور عندك. آآ هي غالبا بتبقى نفس عدد السطور دي وبنزود عليهم اتنين. يعني احنا عمودة بتوع المشت خمس سطور. هنعمل خمسة واتنين يبقوا سبعة كمان. يعني نعمل هنا سبعة كمان. آآ يبقى سبعة يبقى كله على بعضه اتناشر سطر. تمام? طيب. انا هكملهم وبعدين نشوف مع بعض آآ هنعمل الكعب بالرقبة ازاي? آآ انا كده خلصت الاتناشر سطر. اللي هما المفروض آآ لو انا قست بيجيبولي لحد بداية الساق. لو لقيت ان انا آآ انا هنا خلصت الاتناشر سطر اللي لما بقيس بلاقيهم بيبتبقوا ايه؟ بداية التقاء القدم مع الساق. احنا لسه ده هيطول. آآ وعايز اعمل آآ منطقة الكعب. لو لقيت ان انا محتاجة آآ ازود سطور. بزود سطور تانية على حسب المقاس. آآ لو ما لقيتش آآ بكمل آآ زي ما هنكمل مع بعض دلوقتي. آآ طبعا لو مش ما عندك الشخص اللي هتقيسي عليه يعني انت بتعمليني هدية للاخ او لوالد او لحاجة. انا بنصحك يعني ايه? ان حضرتك تجيبي الفرشة دي. الفرشة دي موجودة بتتبع عند الناس اللي بيصلحوا الاحزايا والشنط وهي رخيصة بحوالي تلاتة اربعة جنيه وفي زيها في الاجزخنات بس بتبقى اغلى شوية. آآ الحقيقة انا ما همنيش الفرشة قوي. انا همني الورقة. الورقة عليها المقاسات. فانت يا اما بت بتشفي المقاس كده على آآ ورقة او بكربون. آآ المقاس اللي انت عايزيها اربعين واحد واربعين اتنين واربعين كده يعني بتشفيه على كربون وبتقصي وبتقيسي عليه. فبتقدري تعرفي المقاس بتاعك لحد فين. يعني ممكن بتلبسي الورقة للنموذج كده اللي احنا عاملينه بالشكل ده. فبتعرفي انت لسه فاضلك عند الحتة الانحناءة دي. لا انا لسه فاضلي سطرين تلاتة. لا انا كده لان دي مقاس خمسة واربعين تقريبا. انا بعمله اتنين واربعين. فايه انت ممكن تستخدميها. طيب خلاص بقى احنا خلصنا هنتجي نعمل منطقة الكعب اللي هي من اول هنا لحد الاخر. لان انا هشتغل ده كله وصلة واحدة. تمام? طيب. آآ طبعا ده آآ كانت بداية السطر. فانا هنا ايه اللي هيحصل? انا هبتدي اشتغل الجزء ده رايح جاي مش هشتغل الوش خالص. يعني العشرة عمود امامي انا مش هشتغلهم خالص. فانا هعمل ايه? بعمل اتنين سلسلة. وبلف. طبعا انا كنت بشتغل التلاتة دول عمود خلفي. فانا هلاقيهم هنا هم امامي. فانا بشتغل الاتنين التانيين امامي. وبشتغل الاتنين دول خلفي. لان هما قدامي خلفي. انا عايزة الامامي امامي والخلفي خلفي. زي ما انا شايفاها اشتغلوا. علشان يبقى الشكل هو هو لما اقلب الشغل على وشه كده. يبقى زي ايه? هو هو. تمام? فده اول سطر. برضو انا هبتدي اعد واكتب عشان اعرف انا انا كتبت انا عملت كم سطر. وبعدين هنا دول العشرة عمود عادي. اتنين. يعني اللي انا شايفاها امامي اشتغلوا امامي. اللي شايفاها خلفي. اشتغلوا خلفي. والعادي طبعا العشرة اللي هما في الخلف. هشتغلهم عادي عشرة. زي ما هما. انا هنا وصلت للاتنين. المفوض ان هما الامامي. بس هشتغلهم خلفي. لان انا من عندي من هنا من مكان ما قلبت. فانا شايفاهم خلفي. ودول التلاتة اللي هما كانوا خلفي هشتغلهم امامي. انا مش عايزة لكم تطلقبطوا انتو لما هتشوفوهم آآ هيبقى ايه مزبوطين. تمام? بارتفع تاني اتنين سلسلة. وباجي هنا. بقى الموضوع عندي زي الاول عادي. فيه تلاتة خلفي اتنين امامي. فانا هشتغلهم بردو. كده. الامامي امامي والخلفي خلفي. وادي العادي. آآ المرحلة دي احنا مش هنطول فيها. علشان آآ احنا هنعمل طلعيس. فانا هعمل آآ لمقاس من اربعين لاتنين واربعين سطرين بس. يعني السطر ده باخر سطر هشتغله. آآ للمقاسات مثلا تلاتة واربعين واربعا واربعين هخليهم تلات سطور. آآ للاطفال هم برضو سطرين بس بس لو بشتغل يا جماعة بخيط رفيع. الاطفال مش هيطلع معي المقاس مزبوط الا لو بشتغل بخيط رفيع زي آآ او اي قطن بقى لو في اقطان. ويقس انجيل ورقة السودا يا جماعة برضو رفيع ينفع اطفال. تمام كده? وهاجي هنا دول انا عملت اتنين عمود خلفي. وهاجي هنا هعمل عمود عادي. تمام? كده. او اه انا اشتغلتها بصراحة في في النموذج دوت وطلعت كويسة. ان انا خدته كأنه عمود خلفي برضو في جنبه عمود. ادتني نتيجة كويسة جدا. فانا افضل ان احنا اشتغلها كأنها عمود خلفي. زي ما قلنا المقاس هنا انا هعمله آآ سطرين بس. عشان اعمل مرحلة الكعب. وبعدين هبتدي مرحلة التنقيس عشان اطلع بالكعب مرة واحدة كده. يعني اطلع بجي مرة واحدة كده. فانا اشتغلت هنا سطرين. هبتدي التنقيس. التنقيس بقا هعمله ازاي? ادي الاتنين سلسلة. وبعدين بلف. شايفاهم قدامي امامي. فهاشتغل الاعمدة اللي قدامي امامي. سوري. وبعدين اتنين خلفي. مش هشتغل بقى العشرة العادي. العشرة العادي دول انا آآ انت كمان لو انت عملت اي تقسيمة هيبقى العدد ده زوجي. مش هتفرق معك في اي حاجة هيبقى دايما عدد زوج. فانا هاخد العمودين الاونانيين دول مع بعض تنقيس. والعمودين الاخرانيين قبل العمودين الامامي هيبقوا تنقيس. هعملهم ازاي? هدخل الابرة في الايه? كأني بشتغل عمود بس هاخد لفتين بس. وفي اللي جنبه كأني هشتغل عمود بس هاخد لفتين بس. وابقى اسحب التلاتة مع بعض. يبقى عندي كده انا خدت العمودين دول ونقصتهم بقوا مع عمود واحد. اشتغل باقي هنا ايه? ستة. ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. لما اشتغل الستة هلاقي ان انا عندي فضل عمودين بس هم اللي قبل الايه? العمودين الخلفي اللي اشتغلهم. فهروح واخدهم مع بعض تنقيس. تمام كده? وبعدين اشتغل الايه? العمودين الخلفي. والايه? والتلاتة الامامي. تلاتة الامامي كده. ادي التاني. والتالت ايه? كأنه برضو امامي. تمام? هرتفع باتنين سلسلة ولف. واشتغلهم اتنين خلفي. وبعدين اتنين امامي. وبعدين هنا برضو. هياخد اول عمودين في الطرف مع بعض تنقيس واول عمودين في الطرف تنقيس. بدخل الابرة. في راس العمودين اللي انا نقصتهم مع بعض من فوق من هنا. وفي العمود اللي جنبه. وبقى كده نقصت. هحسب هنا. لو انا نقصت من هنا يبقى عندي كام? ادي اخد ده مع ده. يبقى انا هشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة. يبقى هشتغل اربعة عمود عادي. اربعة. وبعدين دول ايه? الاتنين دول هنقصهم مع بعض. تمام? وبعدين اشتغل اتنين امامي. والتلاتة الخلفي. تلاتة. تمام? اتنين سلسلة. ولف. اشتغل اتنين امامي. واتنين خلفي. وهاخد برضو اول عمودين مع بعض تنقيس. واخر عمودين مع بعض تنقيس. يبقى ادي واحد اتنين. هنا لو خدت الاتنين دول مع بعض ادي الاتنين تنقيس. ده وده يبقى انا هشتغل اتنين عادي. ادي واحد اتنين. تمام? وبعدين ده مع ده تنقيس. وبعدين هنا عمودين خلفي. وبعدين عمودين تلاتة عمود امامي. بالشكل ده. تمام? بيتبتدي بقى معي تعمل ايه? منطقة الكعبة هي بتجبر. وكمان باخد التدويره وبديه من هنا. تمام? هنكمل مع بعض برضو. اتنين سلسلة. اتنين خلفي. اتنين امامي. هاخد ده معده تنقيس. وايه? وده معده تنقيس. تمام? خلاص. بهم كده عندي هم عمودين تنقيس من هنا وعمودين تنقيس من هنا. وبعدين هعمل اتنين امامي. تلاتة خلفي. كلام ده الايماس يا جماعة. تلاتة. خلفي. اتنين سلسلة ولف. اتنين امامي. اتنين خلفي. هاخد الاتنين دول برضو. مع بعض تنقيس. ادي واحد. اتنين. تمام? وبعدين اتنين خلفي. تلاتة. امامي. سلسلة ولف. اتنين سلسلة ولف. وبعدين. اتنين خلفي. اتنين امامي. هنا بقى. انا هتجاهل العمود اللي عندي ده. وهشتغل الاتنين امامي على طول. يعني لما بوصل اني عندي هنا اتنين اه مع بعض. انا هتجاهل. كده. او ان انا الافضل ان انا اعملها عمود وابقى اتجاهله فوق عشان يبقى فيه ايه? بالسطر اللي بعد كده. علشان يبقى فيه آآ ما يبقاش فيه فراغ زي اللي كان موجود عندي. يعني اسفة انا استبقت خطوة. كده. وبعدين اتنين سلسلة ولف. اتنين امامي. تمام? اتنين خلفي. هنا بقى اللي هتجاهل العمود علشان ما يبقاش عندي فراغ كبير. اشتغل الاتنين الخلفي التانين. وبعدين تلاتة امامي. تمام? فبعندي الشكل شايفينه لو واضح معنا بالشكل ده او هو هنا في الاصفر باين ان هما بيلتقوا خلاص مع بعض. بيلتقوا كده. تمام? طيب. بعد كده برضو هعمل اتنين سلسلة. وايه? واحعمل التلاتة الخلفي. اتنين خلفي. طيب. هاخد من هنا واحد امامي. ومن هنا واحد امامي. مع التاني الامامي اللي من هنا تنقيس. تمام? وبعدين الامامي ده. وبعدين التلاتة الخلفي. كده. تمام? انا كل ده بعمله ليه? عشان انا عايزة. انا دلوقتي ايه? العايزة اقفل دمعة ده. خلاص. هو ايه كده? بدل ايه? مخيط هنا. بدل ما اعمل خياطة هنا. عشان كمان تديني الشكل حاليا. عمش عارفة بيناها ما لأ. معلش بس الرفيع كان مش كويس خلص في التصوير. تمام? طيب. بعد بقى ما خدنا وبقى عندي الشكل قدامي كده. هنبتدي نعمل الرعبة. لو انا لاحظت هنا هلاقي عندي الاعمدة الامامية. الاعمدة هنا مكان هعمل زي ما يكون عمود امامي. فانا هشتغل هرتفع تلاتة. اتنين سلسلة. دول هيبقوا بداية سطر التقفيل. وبعدين هشتغل هنا عمود امامي. هشتغل في كل مكان التقاء ده عمود امامي. هو بين قدامي كأنه عمود امامي. تمام? كده. هشتغل عمود امامي كده. بالشكل ده. فيهم كلهم. انا خلاص بقى من اول هنا مش هشتغل عادي وخلفي وكلام من ده. انا كله هشتغل امامي. علشان اعمل آآ الرقبة دي. ودي بقى ايه هنطول فيها زي ما احنا عاوزين بقى. اللي عايزها سيارة. عايزها. اللي عايزها زي الشراب او الهاف بوت. تمام? كده. يبقى جي هنا واعمل. عمود امامي. عمود امامي. عمود امامي. وهنا. ايه? دخلت خلاص انا عملت هنا في. اخش بقى على ناحية العشرة عمود امامي اللي جنب بعض. اعملهم عشرة عمود امامي جنب بعض. اللي هما بتوعي الويش. تمام? كده. بالشكل ده. وبعدين برضو هكمل الناحية التانية. اه في كل مكان ايه? عندي هو بيبقى الشكله. آآ بداية السطر بتبقى عاملة زي ما يكون عمود امامي. فانا هبتدي معاها كده. بالشكل ده. هبتدي بقى هنا ده كان عمود امامي. سوريه. هعمله كده. ده كان امامي خلاص. هعمل مكان الخلفي ده هعمله امامي بس هخده برضو هو اللي جنبه تنقيس. يبقى العمودين الخلفي انا هعملهم مع بعض تنقيس. والعمودين الامامي اللي انا كنت نقصتهم ففضل منهم عمودين هاخدهم برضو مع بعض تنقيس. كده. وبعدين العمودين دول تنقيس اللي هما كانوا خلفي. وبعدين اقفل السطر. تمام? فبقى عندي الشكل كده. خلاص الكعب. بضهر الرجل من هنا. بايه الفتح? طبعا الفتحة دي وسع. فانا هعمل ايه? انا دلوقتي هياخد كل عمودين من هنا مع بعض تنقيس. وكل عمودين مع بعض من هنا تنقيس. بس مش هاجي جنب العشرة دول. دول هشتغلهم زي ما هما. والخلفية خلاص هي تقريبا اتقفلت على كده. فانا مش هنقص فيها حاجة. فاللي هعمله ان انا هرتفع بتلاتة سلسلة. وبعدين هياخد دول تنقيس وانا بعمل عمود امامي. انا خلاص من اول هنا بشتغل عمود امامي. باخد كل اتنين مع بعض. تنقيس. كده. طبعا لو فت عندي عمود اه مش مشكلة خالص. العمود قبل العشرة. مش هشتغلوا الوحدة. هي هتحصل معي هنا. ايدي عمودين دول مع بعض. تمام? العمود ده هشتغلوا الوحدة قبل العشرة عادي. وبعدين يعني ما نقصتوش مع حاجة. باشتغل العشرة. بشكل درم. بشكل درم. وبعدين هنا بشتغل واحد لوحده عشان انا سبت واحد لوحده هنا. اشتغل واحد لوحده. وبعدين البيتة نقيس. كده. درمي. ثلاثتاً ثلاثتاً كله تنقيس بقى لحد ايه? مقفل السطر. اه احنا في الخلفية سوري. احنا في الخلفية قلنا مش هنقص. فهيبقى ده لوحده علشان هما كانوا عدد زوجي فطبعا ايه? اشتغلنا واحد لوحده في الاول. ده يبقى عمود امامي. وده عمود امامي. وده امامي. وخلاص نقفل. هنقفل السطر هنا. هبقى الشكل عندي من ورا كده. تمام. والفتحة بتاعة دخول الرجل بقت بالشكل ده دائت شوية. انا لو جيت دلوقتي قس المقاس. احنا طبعا عارفين الهاجات دي بتمط. فنحاول ايه? ما نوسعش قوي. فهي الفتحة تقريبا اهيه مناسبة. بتقسيها على الرجل. لقتيها واسعة برضو. بتعملي دور تاني تنقيس في الجناب بس. بس ممكن مش فيهم كلهم في واحدة وواحدة. يعني اتنين يتاخدوا مع بعض تنقيس. واحد امامي عادي. اتنين تنقيس واحد امامي عادي. على حسب المقاس. خلاص يبقى احنا كده هو. اه خلصنا الوسع الفتحة وحددنا كل حاجة. يبقى هنعمل ايه? هنشتغل سطور عمود امامي. بنرتفع بسلسلة واحدة. طبعا نكتبها علشان يبقوا لاتنين ارتفعهم واحد. وبعدين ناخد هنا هوت عند العمود الامامي. اها. عمود امامي. نبتدي عمود امامي. كل واحدة فيها عمود امامي. كده. لغاية ما وصل لنهاية السطر بقفله. وبرتفع سلسلة وبعمل عمود امامي تاني. وبكمل. وبعد طبعا انا عملت كام عمود. لغاية ما بوصل كم سطر. لغاية ما بوصل للارتفاع اللي انا عايزاه. اه ده كان اه اه الحاج والدي يعني طلبه ان هو يكون على قد الرجل بالزبط ما يبقاش عالي زي الشراب. اه انما في ناس تحبو هاف بوت اه اه عايزة اه زي الشراب ممكن يتعمل شراب. اه وفي الاخر بعد ما بتخلصيه طبعا بتقص الخيط وبتنظفيه. وبيبقى معكي بالشكل ده في النهاية. واتمنى يا رب بيكون عجبكم. ويكون سهل. واتمنى اشوف تطبيعاتكم. تحياتي وربنا يخفزكم.